عن هذه المعلومة خلي نقولها للمشاهدين ونقولها إلى الجميع أكو حزب الآن موجود عنده 17 مكتب في بغداد و70 مكتب في المحافظات وعنده دعم مفتوح القيادات الشعية تعرف هذا الحزب لمن؟ وتتفاوض وتعرف وتدرك وصلين هم الذمرون تجوكم البعثين راحوا البعثين والآن النتاجات على الأرض تقول هذا وساكتين 70% من ضبات الجيش والأمن الحقيقة اللي تم استخدام ورقة اشتثاث البعث بطريقة غير مهنية وغير قانونية هم رجعوهم وانا وانت صح لو مصح لما رأسا يختلفون مع أحد يتهمون الآن هم يتعاملون والحزب موجود والإيقودة رفيع المستوى موجود والتمويل موجود شنها الإمكانيات 87 مكتب 17 ببغداد و70 بالمحافظات والقوى تدرك وتعرف بالأسماء معقولة المراهنة على مستقبل بلد يصل إلى هيتشو مستوى من الرضوخ والإنبطاح شوف راح ليش ما تحكي للقصة مثل ما هي استعلم لا خلق قل لك شيء بحش احكي لي أنا ما رب تفتحها بس انت جبتني إلى هاي المنطقة لا أنا بس خلق لك شيء هو حقك وحقك كل القوى السياسية في بلدك تعلم ماذا تقول أنت هاي وحدة اثنين وحقك تاريخيا تاريخيا مراجع دين أكو ورجال دين كبار كانوا يرتبطوا على مستوى القيادة القطرية مع حزب البعث بعلاقات وهذه هم معروفة هلو كل هم أطلق لك يا أنا حتى ترتاح اليوم اليوم هم يعرفوا يعرفوا جيدا تصوراتهم تصوراتهم انه هاي المظاهرات معرفيش على جهاز حزب البعث وراها لا لا قد يكون أكو بعثية حتى يكدلك قد يكون أكو بعثية موجودين لا تنزع أنت صفة الوطنية عن أي إنسان لا طبعا مستحيل تنزع صفة الوطنية بعثي لكن عنده وطنية شنو الموضوع بعثي وما مطلوب وما مطلوب هو وطني ويعمل للعراق خوة ما تقول لك تجد بعثي فهذا القصة أقول لك قد يكون هناك من كفاءات البعث على مستوى ضباط الأمين المخابرات قادة الجيش كذا موجودين يتفاعلوا مع هذا الحراك الشامي ماكو إشكالية في ذلك وأحيانا قد تجدهم قيادات يعني تدير الشأن بشكل كبير لأنهم رجال دولة يعرفون شون يديرون الشأن هذه القوة الظلامية صورت هذا المكاتب لتقوله كذا هم يعرفون بعدها وين رايح والتفاوض الآن التفاوض حتى التفاوض على خمسين بالمئة من؟ من أنه من الحكم مو من الحكومة مع هذا الحزب الجنين نعم ما لسى أنا ما أريد أن أقول اسمه بس إخوان تقدم الأمم دائما يكون بقياداتها وتقدم لا يمكن أن يتم في أي مجتمع إذا كان القادة يخدعون شعوبهم وهذه صارت الأزمة بحكومة محمد توفيق علاوي تذكر كيف صار آخر آخر شيء أنا قلت شذرات من هذا الموضوع وهم يفهمون واللبيب ويفهموا بالإشارة لا لا أنا ما لأ علاقة السبب هذا الموضوع بس أكمل لك أنه لما وصلت الحزب على وزارات آخر شيء مصاعة؟ تمام نعم أي يعني الرجل ما تعمل بطعفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر